بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين إن شاء الله سيدي له إعلامي برامج دورة وعقيدةها إن شاء الله نوبل عمدونه سعادا أنجونا الدوليه قدر سبحانه وتعالى لغب الله إلى أحد دمات كذلك لقرب الله عز وجل مشايخها سعادة وحاكمدة شيخيز ثم صرحان أو بيضحة دفعلي وضعكتان وعلم هذا مسجد كنابي عليه السلام دونوست كالي جرت فرائدك عقيدة بكالي جرت كمدة آدنا أنه نكون نقانا إن خير بدلا إن شاء الله إن شاء الله إيونا نكون نقانا إيا ركالة وعلماء الله سعادة دورة الشيخ راشد إيا ركالة مركاء وانسولوينا إن شاء الله سيدح تنموض سيدح كتابي أخرين دونان وسيفي عن لوش الحدونة كتابك وبعد وحاويا هذا ثلاثة الأصول الكتاب لي لهذه أي آد لوش الحدونة والتقنن شرح كدوين شروح دي التقنين إن شاء الله لوش الحدونة كتابك لبعد وكتابك ليرها القواعد الأربع سناً سيفي عن لوش الحدونة كتابك سيدحان وحاويا الدروس المهمة لعامة الأمة وشيخ بنبازوني علي رحمة الله هيا الله شرح دونا إن شاء الله سيدح لكتاب شيخة يرقع لماذا أبكر الله سواء شرح دونا مركين لقفها إليستو وحاويا حلقان كوبان وسيدحنا ملموض إن سيدح كتاب الغرر ما يوحد فيه عن علمي أنا أحسيدي سبو الحب بهاني هاي إن وخدي لقريه أن يدفي عن إخلاصنا غفكة ومحؤها لي ماذا الله سبحانه وتعالى وجهكي سنة وكرات سنة الرماعة إن شاء الله وتعالى ونوب الله بلدونا إن أنت ذا لقفها إليه أحبك أي وحؤول عدونا أنك أحبك لمساعدنا ولماذا أحبك أي شيخ دونا سيحربان امتحان هدية إقاذيان هدية أي محوانا يحلق الله إيمانا وما إلى ذلك أنك مرتقرين تمالين هاي يكرسكي ناسين لكن بروغرامك أي محوانا برامج السيدوس عن دونا إن شاء الله وتعالى فليتفاضل الشيخ أيثم مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الدنيا أن يجمعنا في الفردوسة الأعلى في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام وأسأله سبحانه وتعالى نجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الله سبحانه وتعالى أيكم أهلي نبي قلنك صلى الله عليه وآله وسلم وحوش إن أدعو فرحصيني هاي إماتك يقوقت نقيمها بضع إماتك إلهين سبحانه وتعالى أدكست وصابه إلهي ماذن خيري ونقبض الله أهو رجي سبحانه وتعالى قبل أن نبدأ في الدورة لابد أن نتفق على شروط هذه الدورة الأول جئنا لهذا المكان وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد جئنا لله لم نأتي لدنيا ولا يعني لجمعية ولا لغيره وإنما القصد أننا لابد أن نكون لله ونخلص لله سبحانه وتعالى وأن تكون هذه الدورة لله سبحانه وتعالى نعم الثاني لابد أننا يعني في جلوسنا في حضورنا في هذه الدورة أن نتحلى بحلية طالب العلم منها منها أول ما يكون أننا نتقارب يعني لا نكون على هذا الذي نراه الآن دورنا لابد أن نتقارب لأن هذا التفرق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان فكيف تكون دورة علمية وتجعل الشيطان مدخل فيها كذلك يعني لا يصح أن إنسان يكون معنا في الدورة هنا يلعب في الجوال مثلا الآن يعلم إن شاء الله يعرفون إذا كان طلب الأل إذا وجدنا واحد منهم يعب في الجوال أو يصور نسحب منه الجوال نتفق أو نفترق لما يصلح أما تقررني إنسان هذا لك كله أما تفهمتين غالباً هؤلاء طلب التعلم غالباً يفهمون ما تقول لكن من باب التكرار فقط الشيخ أوليه ملك قفك أما تلفون كفر أغياره أما التلفون كوحكو سورة تلفون هؤلاء طلب أغياره هؤلاء طلب أغياره هذه الدروس العلمية نريد فيها أنا لست في عالم أنا أريد أن أتذكر معكم هذه المتونة العلمية فقط فنتذكر بإذن الله تعالى هذه المتونة العلمية تحفظ ولابد نريد منكم المواظبة أيضاً على الحضور يعني لا أحد يتغير والشيخ يعرف أن لا نقبل أي عذر في الدروس عندنا وعلى هذا يعني سارم الشيخنا ما يقبل أي عذر في الغيارة إلا عذر واحد يعرف الشيخ وهو الموت هذا العذر المقبول عند الشيخ نعم فهي يعني ثلاثة أيام نواضف فيها وندرس فيها إن شاء الله تعالى ويعني نحرص على التحلي والتأدب بأداء الطالب العلم نعم نبدأ بإذن الله تعالى اتفقنا على الشروط الشروط مسكوا فقني اللعب في الجوال الكلام هذا التلفون نظر طيب نبدأ بدراسة متن يسمى بمتن الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة متني وحب الله يظن إن شاء الله تعالى إنا وضرع عنه قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن عندنا أسئلة خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد من يعرف لو جاء الإنسان وقال لماذا كانت هذه الدورة في التوحيد لماذا ندرس التوحيد لو لذن محا توحيد محا توحيد محا لغي حديث أشهر أي تماظه نعم جوابت محا نقن نعم لا تقف لو سمحت تستاك وقفك شيخ أوجدا وقال أسكريين مركز كلا لهذا لأن التوحيد أقصص كل شيء نعم لأن التوحيد هو أساس العلوب لا 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 أنا أجلسه أقصد أنت فقط تترجم نعم لا لا نحن القصد الترجمة وأنت تتكلم هو يترجم ما عليك أنت نعم نعم توحيد وحا نؤدي جانينا محا لها جوابي أرضيقي إن لأن التوحيد أساس العلوم علوم أوضا أي قلق ويا هذه توحيد نعم أساس أي جوابي وغيره محاك لي نعم الله يفتح عليك يقول لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل أي عبادة إلا بالتوحيد الله سبحانه وتعالى عباده كست وننتوحيد وذنين ما أقبله نعم ولا أدخل جنة إلا موحد جنة الله سبحانه وتعالى الكاميرا ما يضر ما يضر تنكل الله سبحانه وتعالى جندي سمقله قف آنا أهين قف أهل توحيده نحن لا نريد أحد يعمل بالمحامة هنا عندنا نعم نعم يعني يدافع عنه أننا نتصرف أنا وأنت أبشر أي نعم الأخ هو المسؤول عن الكاميرا هو الإعلامي آه الإعلامي إذن يصلح أن يكون محمد أي نعم طيب أيضا استقرار الأمن من فضال التوحيد استقرار الأمن توحيدك فضايشي سوحكم دايبنا قيسة أمانك هي أمنك إنو السبناء والله والهداية هي هنونك والطمأنين حصلون إذا سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نبيك صلى الله عليه وسلم إنو أشفع قفك أي سبب تاي تكثير الحسنات وناك إلا بذي ورب وبذي سبحانه وتعالى تكفير السيئات لو قال لنا أي إنسان يلقاك في الطريق ويقول لك هل أنت موحد نعم هذه قف جدك وكورك ولم أقير هذا هذه مياته قف موحدة وأهل التوحيد هذه أدوكي لهذا ماذا تقول حد في جواب يساء نعم لو سألك أي أحد في الطريق قال أنت موحد إش تقول نعم يقول لنا نعم موحد نعم وحن ليه يريد أن أهل التوحيد أيانا يقف الله وحيد أيانا سبحانه وتعالى طيب يقول لك بيّن لي هذا التوحيد ما هو التوحيد توحيد كسي عضي أيوك توحيد كمحوية كيف كنت موحد مثلك فإذا عرف التوحيد وشرح التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنه موحد هذه مركة منك لو ويدي أو يريد أن يكون موحد أيانا وكو جواب السيد والنبي صلى الله عليه وسلم توحيدك وكو جوابي وتوحيد وكو شرحي سحويا قفك سوا موحد وأنا توحيد سحويا وإذا لم يعرف التوحيد هذا معناه أنه كاذب ثم أيضاً أي واحد يسألك هل أنت مشرك ماذا تقول تقول أعوذ بالله أنا لست في مشرك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك هل تعرفه يقول لا أدري ما هو الشرك أصلاً لكن أنا لست في مشرك طيب لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري الآن عندنا هذه رخصة القيادة للسيارة كيف تحصل عليها لابد أن تتعلم الأشياء التي تجب عليك والأشياء التي تمنع منها مخالفات وحيابها لغاربه وحيابها أن لقوا أقلين وإن ذا أقاته سأكدب مركا كدب أي لغسينا يا وراردي رخصة هذه وكذلك لا يمكن أن تكون موحد إلا بأن تعرف التوحيد وتأتي به وتعرف الشرك وتجتنبه نعم إذن هذا السؤال الأول أهم ما يكون لماذا ندرس التوحيد تنكوبات التوحيد كمحان أبراني ناويا نعم السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول تنبات محان أدورني متن قليل هذا ثلاثة الأصول لماذا؟ لأننا طلاب والطالب لابد أن يرجع في طلب العلم إلى العلماء والعلماء أرشدوا أنه أول ما يبدأ به الطالب التوحيد وأول ما يبدأ بالتوحيد بهذا المتن المبارك نعم هذا السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة؟ أصول الثلاثة كتاب كديرا محوية هاي أما أصول شي سيدا حدا محايت هاي من يعرف؟ يا يقانو ما هي الأصول الثلاثة؟ نعم اسألهم أصول الثلاثة يا يقانو حليلا سيدا حدا أصل؟ نعم استكد مكانها نعم ما هي معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام الله يفتح عليه إن شاء الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إن شاء الله تفضل نعم إذن الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر نعم أصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر سيدا حدا أصل أي ذلك السؤال قابي هو سؤالها قبر البويدي نعم السؤال الرابع السؤال شاء أخر ما هي الثمر التي نجنيها من دراستنا يصل الثلاثة؟ يعني بعض الطلاب يقول لي أريد جائزة حتى أحضر هذه الدورة ما هي الجائزة؟ الجائزة أن النسان إذا تعلم الأصول الثلاثة ثم عمل بها ثم دعا إليها وصبر على العلم والعمل والدعوة فعل هذا في الدنيا بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر هل تكفيكم هذه الفائدة والجائزة؟ نعم أشاء الله يثبتني وإياكم يا رب عند السؤال الله سأشهر نبو السوق السبحانه وتعالى إله بمودي سينا سبحانه وتعالى طيب الخامس السؤال الخامس سأشهر ندعو بحوانها شيخ أو سويدين أي كتاب تقتنيه؟ كتاب تستعط سوق الثلاثة؟ أقل ما تقرأ في الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس ومهم سنو أين ذا قرسو أي مهم كتاب حويا وإن قيبت مقدمة إيهور لا أين ذا قرسو إيه فهرسة دنبا قيبت دنبا هو حويا نكورها ميسا وإحكي كتابك كسوغنا إنها دل مرتا أي أوي يرويا نعم لأن بقراءة الفهرس تعرض محتوى الكتاب كتابك مركا فهرسة يسي قيبت ما داخل وإحكي كتابك كسوغنا أيها دقنا نيسا أتفهمي كتاب فلو أردنا أن نسأل عن فهرس ومحتوى هذا المثل المبارك الأصول الثلاثة كتاب كان أصول الثلاثة على ماذا يحتوي يحتوي على أقسام خمسة ترى اللي ينام يعني ممكن نوقضه ولا ما في شكال أيضا ولا في شكال لنفع بعض الناس أنا أرى يعني يوقض ويسأل نعم هكذا ما في شكال تمام نتبئ نعم إذن هذا المتن نقسم هذا المتن ونفعرس هذا المتن إلى أقسام خمسة كتاب كان شنقي بضعي الله قيبنا أيها الشيخ لي المسائل الأربعة والمسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد وشرح الأصول الثلاثة وخاتمة الكتاب من يعيد لهذا الأقسام الخمسة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة أصول الثلاثة ما ما سأيش يا سدح ذا أصول الثلاثة ما هو كالدوين ولماذا ندرس التوحيد وشرح الأصول الثلاثة أصول الثلاثة ذي سدح ذا أصول الله شرحه وأفر والخاتمة من يعيد هذه الأقسام الخمسة بسم الله لا وانت واقف يا رجل تستطيع تقوم الحمد لله تعال هنا عندي نعم ما هي الأول المسائل الثلاثة مسائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد شرح الأصول الثلاثة و نحن لستنا في سوق الخضار قل لهم في سوق الخضار ما أحد يتكلم يا أخواننا إلا هذا الرجل عيب والله عيب جبريل عليه السلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هل تكلم سأل وأنصت الجن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضره قالوا أنصته ما حد تكلم عيب عيب والله حد تكلم لماذا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فهي لذن عاموسه دقيسته نعم إذن خمسة أشياء شن شيء المسائل الأربع المسائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد شرح الأصول الثلاثة والخاتم تعيد وانت قائم يا رجل لابد نعم ما كانك هنا نعم نعم المسائل الأربع والمسائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد شرح الأصول الثلاثة الله يفتح عليكم طيب إذن سألنا أسئلة خمسة من يعيد لي هذه الأسئلة أو سؤال من الأسئلة الخمسة نعم شرح يا تنكوبات شيك رأيو شيخ ليه السؤال الأول سؤال شكوبات ما هو نعم نعم سألنا أسئلة خمسة خمسة قبل البدع بالدراسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد والسؤال الثاني ما هو ترجم الشر السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المثل المبارك المثل الأصول الثلاثة السؤال الثالث السؤال الثالث نعم الله يفتح عليك ما هي الثمر التي نجينا من دراستنا السؤال الثلاثة السؤال الرابع السؤال الثالث ها أخوان لعله يكتب هذا لا لا ما يكتب نعم تكتب ما هي العصول الثلاثة باختصار قلنا هي أسئلة القبر نعم iller السؤال الخامس ما هو السؤال الثالث ما هو السؤال الخامس يا رجل آشق ما هو السؤال الخامس نعم لا السؤال نعم الشق لا فهرست الأصول الثلاثة قلنا نفهرس المتب ونقسم إلى خمسة أقسى هذا المتن إلى خمسة أقسى يا أخوانا نريد نتعاون فيما بيننا نحفظ أنا قلت لكم أنا ليس لدي عيد أنا أريد أن تذكر معكم نحفظ نعم إذن هذه المقدمة لهذا المتن المتن المبارك نعم إذن نبدأ الآن بالقسم الأول ما هو القسم الأول في هذا المتن على ما فهرستنا على ما ذكرنا من يعني؟ من يعني؟ القسم الأول يعني ندرس الآن القسم الأول وهو المسائل الأربع أخذ الكواب إن كتابك أسأل الوصول الثلاثة لحفظيه طريقة سهلا أو لوحك تذكر أو التقسيمات أو أفر إيه السدح إيه حل إيه حل إيه حل يوقي به وأفر إيه السدح إيه حل إيه سدح إيه حل يوقي به كتاب كنت سوقي به إنت إيه حرّبا مركا إن سيدا لنفهمه وأذكر تنسومه سيدا سيدا مهمة مركا شيخ وحرّبا إن أسول الثلاثة هل كان من كفر إيه حل لحظة لسان أذعبتان أذن أباهر إن كتاب كلا إلا قاته وطريقة طريقة مبتكرة وإن لوحك حفظيه إلا هدي أترى هذا السيد فأتعال إيه حفظيه أعبدا أكالهم لكن أذكر أتأفر إيه سدح إيه حل إيه سدح إيه حل أذكرته وإن كتابك أذكرته كدبنا قيبتكو بعد أفرتي إيه حدو بلابي أرضيك أو حلية أفرتي مسأله سيدا مركا أفهمتان ويا ماذا فهم سيدا ويا مركبكو شيخو الرب حج كمر أنك هذا الجرم حسنا وإنهي جرني سدح أفر سيدا وكتابكو سيدا ويا وتقسيم حديثة وعلمكو إن لقو الحفظياء ولماذا أبتكارين ويا كتابكين ترحفين لهيد وكالهم إلها واحد حسنا يسائل وقيب سماء أفر يسدح يهل يسدح يهل بس وإن تاوم أنا قصلت له أنه أربعة وثلاثة وواحد وثلاثة وواحد نعم نعم المشال الأربع هذا القسم الأول نعم ها الشيخ قيبتكو بعد مركب ومسألوين كان فرطاء قيبتا صيانوه الرئيس وقيبتكو بعد وأفرته وأفرت مسألة أقفك مؤمنك اللغة بها ينوبر ما هي المشائل الأربع أفرت مسألة ملكم حيهين الأولى تنكوبات العلم الأولى العلم تنكوبات وعلمي والثاني العمل تنلبانا وعمل والثالثة الدعو تنسى الدحاد والدين والرابع الصم تنسى أفرانا وإن دعوة داس يدعو صبر هذه المسالة الأربع موجودة في سورة العصر أفرت مسألة هل سورة أقابن أو سورة العصر أيها الله سبحانه وتعالى كوروري أولا علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر هذه المسألة الأربع جمعت في سورة العصر إذا لابد أولاً أن نتعلم وإذا تعلمنا لابد أن نعمل وإذا عملنا لابد أن ندعو ثم نصبر أولاً على العلم ثم على العمل ثم على الدعم صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر إن شاء الله دونك وسمعنا آخراً إذا نتعلم أولاً فإذا تعلم العبد وجب علي أن يعمل والذي يتعلم ولا يعمل نسأل الله على السلام في شبه باليهود والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصار ثم لابد أن ندعو كما دع النبي صلى الله عليه وسلم ونصبر على العلم فلابد أن يصبر يعني هذا يقول قم يقوم يصبر على العلم يصبر على العلم يصبر على التحمل الآن يجلس هنا مثلاً يصبر أنه لا يلعب في الجوال لا يتكلم فيصبر أولاً على العلم ثم يصبر على العمل ويصبر على الدعوة نعم يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقصر صبر على طاعة الله حتى تؤدى صبر على الصلاة والصيام والحج والزكاء الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب تصبر على المحرمات الثالث تصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك مرض فقر حادث مروري مثلاً إذن هذا يقسم الصبر ثلاثة صبر كسدح هذا قيب وضعي وقيب سماء نعم ما الدليل على المسائل الأربع من يعرف الدليل 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 على المسائل الأربع سورة العصر نعم سورة العصر والعصر إن الإنسان لا فيه خسر كل إنسان كل إنسان هو خاسر واستثنى الله سبحانه وتعالى من الخاسرين الذين جاءوا بهذه المسائل الأربع الله سبحانه وتعالى وحكسه الريبي ضدكي خساري ضدكي روي خساري ربي وحكسه الريبي أفرطاك وحود إذن لابد أن نبدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله أولا لا بد تتعلم ثم بعد هذا تعمل إله سبحانه وتعالى وحو عدي والنبي صلى الله عليه وسلم إن علمك برته كذبنا علمك برته ولي ماذا عملك إن هذا محكا لقبنين كهري وذن عمل لا إيماني وإناد علمي لقاحله هذا القسم الأول تواقيبت الكوبات وعلمك المسائل الأربع مسألوينك أفرطاك قيبت الكوبات وطايا ذويان علمك أنت أين يعني نعم نعم نكمل الشر نعم أفرطي مسألة وعلمك أو الدين تلبرته الله لو قال سبحانه وتعالى هذا ما هذا المديني ويهن أجل يحب برته تغلبه إن علمك أساق عليك وعلم الخله تنسى الدخول علمك مركي أدكو عمل فشيه ومده يعني أنه يوري تحت وظهر براته علمك وارابه مركو مهرب هلموكت وسوية نعم القسم الثاني ما هو تعال هنا ممنوع الكلام احنا قلنا نعم القسم الثاني ما هو المسائل الثلاثة الله يفتح عليك نكتفي بهذا ونواصل نقف هنا الحمد لله إذن موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة بإذن الله نكمل لكن نريد يا أخواننا منكم تراجعوا تراجعوا لنا مثل هذا المثل مثل الأصول الثلاثة نعم إن شاء الله تعالى سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله عن نبي محمد وآله وصحبه وسلم أرزاكم الله وخيرا أرزاكم الله خيرا وحير ولا لها ودركتان ولا لها ميل فوينووي ماذين هنت نيت إيضاع عظلمه إخلاص إي لسوح إنقذين وانقنا أد أذيق أدركتان ووح هنت لوبة هنيا إنعنبرانه كتاب تذكرة السامع المتكلم رقجوك ودكسونتين أدابت أكهل لا يأيضا التطبيق ودركتان مركتان أدابت وكتاب تذكرة السامع المتكلمة هل لا يأيضا شيخ تطبيقينها سيدا يأيضا تطبيقينها أرضيك حطا ضغطاق لو مؤقلة ولا جوجيني ولا فريسيني ولا بروسيني غفك هذا أنت سكون سفرين حالي الطالب العلم كتاب مختصر كتاب كم حوانها للشخبك رقم زيدا حالي طالب العلمي وانتقنا نرسنا سيدا وكالي مركع إن أن أتكيسونه سيدا حذبير هذا ودركتان حانونا كتابنا الوصول الثلاثة إلى هذا أيهادة وحنونا أنتو ياهي بسيدي سبب وحنكوك وبرني أفر سيدا إيو هل إيه سيدا إيهلا كوبرني القواعد الأربع عن سيد وكره كالي قد يتونى الشيخ الدروس الفهمين أصاسا كالي قد يتونى والطريقاء جد علمي قد نتكوح ذنكرت مركع إن تأيضا يأينا نقاطين فضيت الصمالية ومحوانها ورودات كان سؤالها بدنا وامتعانك ويؤهد هنا وحوين هل صبره هل دقيش الدروسة هل لي ماذا قضب الله لهم لهم وحل ساعة وحوين مهنور وكتبعه لك بحلقة ساعة أي أن هل لي ماذا وصدح ما الموت ما أنتو يبرد نبو زاكم الله خيرا أنت ياكسوك وبرني الدروسة هذا والله عالم وصلى الله وسلم على عبد المرسولين ومصطفى فإصلاة وصلاك وصلاك وصلاك